تانجا نيوز أول موقع إخباري بشمال المغرب نحن القطاع للنقل لن تستطيع يا رئيس الحكومة بش ربينا نحن جيش يلسل محمد السادس لا يشير جيش عقل النج قبل بداية تصريح أود أن أتقدم باسم نقابتنا بالشكر الجزيل إلى موقع تانجا نيوز على الاهتمام بها بمشاكل الساكنة بصفة عامة وبدخولنا إلى الموضوع ديال تصريح أن نقابة أربع بسائق صاحنا الصغرى والكبرى بالمغرب قررت خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من صباح يوم الـ 2.21 إلى حدود صباح يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 احتجاجا أولا على الارتفاع وعلى الزيادات المتكررة في المدى الأساسية هي القزوال المزوط المدى الأولى التي يستهلكها مهني وقطاع النقل الدولي والوطني والنقل الرمال والنقل البضائع جميع أنواع النقل الطرقي ثانيا في غياب تعريف ديال الترانسبورت تعريفة النقل ما كيناشي إذا نحن دابا الساير لكين ما كي شط الإنسان كي يخدم كي ولي شهار خدم من اللي كي شوف يعني يعني غزولتا دياله ما كيلقاشي تسالير باشي خلص سائقين وباش يخلص الواجبات دياله إذا نحن ندفع هذا الإضراب الذي نعلن عليه من أجل الحفاظ نطلبه هاي بالقوت اليومي ره دابا 85% كتمشينا هاي في المزوط ما بالوك العجلات ما بالوك هذا لزطورة كل شي غالي ونحن ممكن ناشي في هذا سيد الوزير النقل في سوبات عميق رئيس الحكومة حسب التصريح دياله اللي قال أنه سيقوم بيعني يعني مشي حسن الوضعية ديال المواطنين صباح دابا هو قضاء على المواطن بزيادة جميع المواطن الأساسية قضاء على المهنين حنا يا زيادة عدد تعسوفات اللي كينين دابا في المغرب كله خصوصا في الموانئ هاي الميناء ديالتنجا متوسط الثلاثة ديال الإضرابات ديرنا فيه إذا صباح نحن في قضية المزوط المزوط غالي في المغرب لمشينا به الاسبانيا الغارمات حنا ولينا بحل يعني حل يوقع نزك الزعيم طريقة بنوزياد البحر من أمامكم والعدو من ورائكم فأين المفر؟ المفر ديالنا قلنا الإضراب والليوم كان حتى على الرئيس الحكومة أن اتحاد مقاولة المغرب لا يمثلوا قطاع النقل عامة كيمثل القطاع ديالو يهدر على الناس ديالو أما القطاع كل نقابة عند الناس دياله كل جمعية عند الناس دياله أما باش يعمل التمييز بين الجمعيات والمهنيين فنحن اليوم الإضراب الشالة التام في جميع القطاعات قطاع نقل الرمال وموت بنا قطاع نقل الخضر والفواكه قطاع نقل البضائع والإرساليات قطاع نقل الحاويات قطاع نقل الدولي جميع القطاعات حيث السائق في خطر والناقل في خطر إذا كانوا هذه الجمعية يقولوا يتدفعوا للمهنيين كيف يترمد المشكلة هذا ديال 13 درهم للمزود ولات 11 درهم ونصف نحن لا يمكننا أن تكون زيادة أي يعني زاد من فوق زاد المزيد دقيق والمواطن نقل نحن الآن لا نبقى القوت اليومي لنا المواطن مهلك العزره يقضيها أعلى يمكنه يستغني على السيارة للعزره ديال السيارة الخاصة دياله يمشي السيارة للعزره نحن كيف نفعله؟ مولين مقاولة الصغرى اللي عنده كاميون جوج 13 كيف يضل على واحد عنده عالف كاميون وش يبيض عمول دياله أو كيف يخدم شيئا أخرى أو العلم لله نحن نقال عندنا رخصة النقل كتساوي يعني كين نقل صغير كين متوسط كين شركتكم أما هذه الجمعيات أنا كرد عليها السيد الجائم من الجمعيات لا متريك فالصريحة دياله يقول لديك الصحافة الغير نازيهة يقول على أنه هذا القطاع دخل فيه الناس قعمشي مهنيين ومفين بغيزي وش كون هذا السيد اللي عنده الجامعة وعنده الماستر وعنده الدكتورة في جامعة لا عنده شيئا يأتي النقل هذا كمشي توظفي وتفصي السي رأيس الحكومة أخنوش أما القطاع ديالنق كمشيوا الناس اللي عنده مستوى الدراسي دياله مدعيف وكي يكون عندهم باش نغطي ونقصوا شويان بيطالة أما اللي عنده باك بلوستيس وعنده الإجازة وعنده الدكتورة عنده هذا السواتي فيكون قلس في الوزارة ويكون قلس في المديريات ويكون جميع القطاعات ديال العمومية أما القطاع ديالنق الإنسان هذا كي خلف حنا عندنا مهنيين لا يتوفرون على يعني مستوى الدراسي هم مهنيين أحسن من هذا اللي كي سرح وهذا اللي كي سرح رعيز دياله اللي كي قول كي متل نزل البحار النزل البحر البطوات عندهم المساوط المهني حنا لا علاقات لنا بالحوت حنا كنا نضروح للنق الوطني ديال الدولي ديال البطائع أما يقول كي متل كيراني متل كيران أو للنق العمال كل وقيته عنده مشاكل دياله حنا قطاع ديالنق هذا الإضراب ديالنق كان متطررين كاملين إلى هذا الناس متي متطررين من المساوط ما ديروش الإضراب لكن ما حضروش مع الوزير بشي هضروهم معنا في الملفات ديالنا يكوه مدرش إضراب لماذا يستدعي الوزير ما دام أمشي متضرر إذا كنت تستدعي الناس اللي كي عملوه الإضراب كيتوه نحن هلقي طاعة الرمل أبقى شهار في العريش كاميوات آلف وخمسمائة كاميوات ومزيرين عليها تماما ما كتخدمش تمنم الناس دوك يبيعوه حواجوه الناس الكاروسري هناك فضائعو الخوضر تاومة راكي هز عشرين دون تتقل لماذا كي هزتتقل؟ بشير بحوه كي هزتتقل كي يساعد المواطن على القدرة الشرائية أما أنا علش هزتتقل جليلا كلها كان غلوة أنا ساعق سابقا وكان عرف ذلك الخطر لكي أرى الساعق ما كي وصل لك مطيشة القدرة يجيب لك منها قدير أرى القلبه يدرك أنا الحالة الصحية ديلي متهداورة جدا ومع ذلك الله مصبرني باش نشوف هذه الأمالة اللي عندي فرقبتي وأنا علش كان غوة حيث أنا مسؤول نقابي ماشي خوبزي ما كان بيعش المات أولا حيث أنا كنوب على المهنيين وعلى الحقوق ديالهم وكنوب على بلادي أنا ممكنش نشوف أخ النوش غادي بالبلاد الواد بحالي كي يقول سيبين كيران ونخلي أبدا الحقيقة خصو أخ النوش يترفع عليه شعار ارحل ارحل هذا هو الكلمة الأخيرة اللي أقولها هذا شيء خاطر بزاف وما يمكننا نحن نخطر بلادنا إلا قلوا سيبين كيران المال والسلطة إلا عندوا المال يمشي يعمل تجارة دياله يمشي يعمل تجارة دياله هذا هو الحل الوحيد أما الإضراب لا مفر منه إلا أن تستجب المطالب دياله إحنا فتحي الحواة العبوب ديالنا اللي يجي يسول فينا يقولوا البلاد تتمر بشي حاجة البلاد لا تتمر بشي لأيه لأنه عنا خصومي الوحدة التورابية ولم يجب ان قتلوا المغربة كاملة وانتبعوا الوحدة التورابية عنا تابعينها وين غادين رأيه شعب يبقى يعني مسامد خصو الأقل ما تمثلوا القوة الشرائية ما يجب شيء غرفات ما يجب شيء كوستيوم لا يجب شيء سيارة يأكلها من هذا العصر الدرام لا تتاكل كروبيد في الريستوران يجب شيء يأكلها يجب شيء يأكلها لا يجب شيء يأكلها لا يجب شيء يأكلها في فرنسا ما يأكلها ما يأكلها البصارة هذا الكلمة التي تريد أن تربينا تربي المغربة لا تستطيع رئيس الحكومة لكن ربينا نحن جيش يلسي محمد السادس لا يجب شيء يأكلها الله الوطن المالك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر